السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي من جديد في حصة خاصة بمادة الرياضيات خاصة بالتمارين التطبيقية لدرس المساحة الجانبية والمساحة الكلية إذن نبدأ على بركة الله بالتمارين الأول لدينا هذه الأشكال هي عبارة عن مجسمات لموشورات قائمة المطلوب هو ملاحظة الأشكال وإتمام ملء الجدول إذن نبدأ بالمجسم A نبحث عن اسمه وعدد الوجوه وعدد الرؤوس وكذلك الأحرف إذن نبدأ بالمجسم A هذا المجسم تعودتم على رؤيته منذ السنة الثالثة ابتدائي نعم إنه المكعب ممتاز عدد وجوهه سأريكم طريقة سهلة لإيجاد عدد أي مجسم كيفما كان إذن هذا المجسم بما أنه موشور قائم تظهر لكم هنا ستة وجوه إذن بما أنه موشور قائم وقاعدته رباعية فمجموع الأوجه الجانبية أربعة زائد القاعدتان هي ستة ثم عدد الرؤوس طريقة سهلة جدا بما أن القاعدة رباعية فإن لها أربعة رؤوس فنضرب أربعة في اتنان هي تمانية عدد الأحرف هو إثنى عشر إذن لدينا حرف إثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر إحدى عشر وإثنى عشر إنها إثنى عشر حرفا نمر إلى المجسم بي إنه متوازن مستطيلات أحسنتم لديه نفس عدد الوجوه المكعب ونفس عدد الرؤوس وكذلك نفس عدد الأحرف المجسم سي إنه موشور قائم كيف نعرف طبيعته أو نوعه من خلال قاعدته هذه القاعدة خماسية الشكل لديها خمسة أضلع إذن فهو موشور قائم خماسي عدد الوجوه إذن بما أنه موشور قائم خماسي فعدد الوجوه الجانبية هو خمسة زائد القاعدتان سبعة وجوه ثم عدد الرؤوس قاعدة خماسية فيها خمسة رؤوس نضربها في إثنان هي عشرة وبالنسبة لعدد الأحرف نحسبها نجد أنها خمسة عشر جيد نمر إلى التمرين الثاني وهو على هذا الشكل أكتب تحت كل شكل اسمه المناسب إذن لاحظوا معي هذا الشكل هنا هذا المنشور جميع أوجهه مستطيلة إذن فهو متوازي المستطيلات هذا المنشور هنا لديه ستة وجوه وكلها مربعة إذن فهو مكعب وهذا لديه ثلاثة وجوه جانبية وقاعدتان متلتتان فهو موشور قائم ثلاثي وهذا لديه وجه جانبي واحد وقاعدتان على شكل قرص فهو الأسطوانة ممتاز نمر إلى التمرين الثالث قام فلاح بحفر بئر أسطواني الشكل عمقه يساوي تمانية أمطار وقطره متر ونصف احسب مساحته الجانبية إذن نستخلص المعطيات لدينا بئر شكله أسطواني وعمقه تمانية أمطار بمعنى الارتفاع هو تمانية أمطار وقطره متر ونصف إذن هذه المعلومات سنحتاجها لإيجاد المساحة الجانبية إذن أولا لدينا القاعدة المساحة الجانبية للأسطوانة هي القطر في P في الارتفاع إذن القطر هنا هو متر ونصف في القيمة P تقريبا 3.14 في الارتفاع 8 إذن النتيجة النهائية سنجد 37.68 مترا مربعا فبالتالي المساحة الجانبية لهذا البئر هي 37.68 مترا مربعا نمر إلى التمرين الموالي التمرين الرابع لاحظ الشكل جانب واستعين بالمعطيات لحساب مساحته الجانبية والكلية هذا موشور قائم ثلاثي لاحظوا معي هذه أبعاده قاعدته على شكل متلت لاحظوا متلت قائم الزاوية هذه قاعدته 4 سنتيمتر وارتفاعه 3 سنتيمتر قاعدة المتلت وارتفاعه وهنا لدينا هذا الوتر هنا يساوي 5 سنتيمتر وارتفاع الموشور القائم أي المسافة الفاصلة بين القاعدتين هي 7 سنتيمتر إذن نبدأ أولا بحساب المساحة الجانبية الحساب المساحة الجانبية هي محيط القاعدة مضروب في الارتفاع وبما أن القاعدة عبارة عن متلت سنقوم بجمع قياسات الأضلع فبالتالي محيط قاعدة هو 3 زيد 4 زيد 5 مضروب في الارتفاع هو 7 النتيجة 84 سنتيمتر مربع نمر إلى السؤال الثاني وهو حساب المساحة الكلي لهذا الموشور القائم إذن سوف نجمع المساحة الجانبية مع مساحة القاعدتين بما أن القاعدة على شكل متلت فمساحة المتلت هي القاعدة في الارتفاع مقسوم على 2 والخارج سنضربه في 2 لماذا؟ لأننا نتحدث عن قاعدتين للموشور القائم إذن قاعدة المتلت هي 4 وارتفاعه 3 إذن سنضرب 3 في 4 والناتج نقسمه على 2 للحصول على مساحة القاعدة واحدة ثم نضربه في 2 للحصول على مساحة القاعدتين ثم نضيف إليه قياس المساحة الجانبية 84 فنجد 96 سنتيمتر مربع والآن نمر إلى التمرين الخامس أحسب المساحة الكلية لأسطوانة قائمة شعاعها هو 4 سنتيمتر وارتفاعها هو 7 سنتيمتر إذن هذا هو شكل الأسطوانة كما رأينا من قبل نحسب أولا المساحة الجانبية لإيجاد المساحة الكلية لا بد من حساب المساحة الجانبية نذكر بالقاعدة هي القطر في القيمة P في الارتفاع نقوم بالتطبيق العددي هنا القطر هو 8 يعني ضعف الشعاع 8 في 3.14 في 7 نجد 175.84 سنتيمتر مربعا بعد ذلك يمكننا حساب المساحة الكلية إذن نذكر بقاعدة الأسطوانة لحساب المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة مضروبة في 2 إذن بما أن القاعدة على شكل قرص فمساحة القرص هي الشعاع في الشعاع في القيمة P نقوم بالتطبيق العددي المساحة الجانبية سبق وأن وجدناها ثم الشعاع هنا 4 نضرب الشعاع في الشعاع في 3.14 والخارج نضربه في 2 فنجمع المحصول ونجد في الأخير المساحة الكلية لهذه الأسطوانة هي 276.32 سنتيمترا مربعا الآن إليكم هذه التمارين الفردية يجب عليكم إنجازها أحسب المساحة الكلية الخاصة بكل شكل من الأشكال التالية الشكل الأول عبارة عن متوازن مستطيلات وهذه هي أبعاده والشكل الثاني عبارة عن مكعب طول ضلعه 5 سنتيمتر والشكل الأخير هو أسطوانة شعاعها 3 سنتيمتر وارتفاعها هو 9 سنتيمتر إذن ما عليكم إلا إنجاز هذه التمارين وحساب المساحة الجانبية والكلية لهذه الأشكال وأراكم إن شاء الله في التصحيح أستودعكم الله وإلى اللقاء